مرحبا بكم في قناة كورا إنسايد في حلقة اليوم من برنامج توبتن نستعرض لكم قائمة أخرى للاعبين دمرتهم مباراة واحدة فأهلا وسهلا بكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تحفيزا لنا وليصلك كل ما هو جديد توبتن لاعبون دمرتهم مباراة واحدة الجزء الثاني عشرة البرت مريبا الظاهر الأيسر الإسباني لنادي ليفربول كان أحد ركائز الريدز في عام 2016 عندما نجح النادي الإنجليزي وقتها في الوصول إلى أول نهائي له في البطولات الأوروبية منذ عام 2007 في تلك الليلة على ملعب سانت جاكوب بارك في مدينة بازلس ويسرية أمام إشبيليا الإسباني كانت الأسوأ له بقميص الريدز فبعد انطلاقة جيدة للنادي الأحمر وضع دانييل ستوريج ليفربول في المقدمة لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد ما حدث في الشوط الثاني كان لا يصدق حين منهر الريدز مستقبلا ثلاثة أهداث هدفان من هذه الثلاثة كان من جهة مورينو تمت مراوغاته بسهولة وبطريقة مهينة في الهدف الأول قبل أن يترك مركزه خاليا متسببا في الهدف الثالث لإشبيليا بعد تلك المباراة تراجعت السمؤ البرت مورينو في نظر الجماهير والمدرب يورغين كلوب الذي قرر استبداله بأحد أفضل الأظهرة اليسرى في العالم حاليا أندرو روبرتسون كان ديفيد لويز أحد أفضل وأخوى المدافعين في كرة القدم العالمية عند صعود نجمه مع بنفيكا ليترجم أهميته في ذلك الوقت بالانتقال إلى تشيلس الإنجليزي مقابل 22.5 مليون جنيه السرليني قبل أن ينتقل إلى باريس سانجرمان مقابل 44.5 مليون جنيه السرليني ليصبح واحدا من أغلى المدافعين في اللعبة في تلك الفترة مباراة واحدة حولت ديفيد لويز من أهم أحد المدافعين في العالم إلى أضحوكة وجعلت ثقته بنفسه تهتز إلى يومنا هذا كانت تلك فضيحة خسارة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2014 أمام ألمانيا أمام جمهور السامبا وفي ملعب مركان الشهيد بالذات وقتها وصفته الصحافة بأقسى العبارات وقالت بأنه كان يبدو كمدافع في دور الهواء بالرغم من أن ديفيد لويز لم يكن بذلك السوء في السنوات الأخيرة إلا أن سمعته التي تلطخت باتت تطارده لدرجة أن مجهوداته لم يعد يعترف بها لقد دمرت تلك المباراة كل الهيبة التي كان يملكها من قبل ثمانية روبيرتو باجيو بعد مباراة حافلة بالندية والتنافس بين منتخبي البرازيلي وإيطاليا في كأس العالم عام 1994 تأجل الحسم إلى ركلات الترجيح بعد أن ظل التعادل السلبي سائدا بين الطرفين تقدم روبيرتو باجيو النجم الغني عن التعريف لتسديد ركلته إلا أنه أهدرها مما تسبب في إهداء اللقب للبرازيل تلك الركلة كانت بداية النهاية لأحد أفضل مهاجمي إيطاليا على مر العصور يقول باجيو عن تلك الركلة حتى الآن لم أسامح نفسي عن تلك اللقبة يومها كان يمكن أن أقتل نفسي ولن أشعر بشيء لا زالت تأتيني كوابيس من تلك المباراة تلك العبارات بيّنت بدل أثر المدمر التي تركته مباراة واحدة في نفسية واحد من أهم لاعب إيطاليا قلب دفاع ليفربول كان يحتل أحد المراكز الأساسية في خط الدفاع تحت قيادة يورغني كلوب في عام 2017 كان ليفربول يحتاج إلى القيام بكثير من التغييرات في مختلف خطوطه إلا أن المركز الذي يشغله لوفرين لم يكن الأولوية حيث لم يكن مدافعا سيئا الأمر استمر إلى أن جاءت مباراة ليفربول أمام توتينهام في عام 2017 عندما قام هاريكين بتدمير لوفرين تماما وفي شوط واحد في مباراة خسرها ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف لشدة سوء أداء لوفرين اضطر يورغني كلوب إلى استبداله بعد 32 دقيقة فقط ومنذ تلك اللحظة لم يعد لوفرين لاعبا يثق به المدرب الألماني وبات ليفربول في كل فترة انتقالات يبحث عن بديل له عندما انزلق ستيفن جيرارد لوحده تاريكان الكرة لمهاجم تشيلسي ديمبابا ليسجل هدفا كان بداية النهاية لحلم ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك عام 2014 يمكن القول أن تلك اللقطة قد أخرت ضغطة ليفربول لمدة خمس سنوات إضافية وحرمت جيرارد من أن يكون أحد المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تلك اللقطة نالت حظا كبيرا من الشهرة بسبب السخرية والتهكم من قبل جماهير الأمدية المنافسة كما سلطت الضوء على فكرة أن سنوات حدار قائد ليفربول قد بدأت جيرارد تأثر كثيرا بعد ذلك حيث كان أيضا أحد أسباب عدم تأهل ليفربول إلى دور أبطال أوروبا في عام 2015 عندما تم طرده بعد 32 ثانية فقط في مباراة ديربي إنجلترا أمام منشستر يونايتد ليخسر ليفربول ذلك اللقاء بهدفين لهدف وليفقد مقعده في دور أبطال أوروبا بالرغم مما فعله جيرارد طوال مسيرته إلا أن تلك اللقطة كانت أكثر ما يتم تذكره عند الكروية والتي غاب عنها بشكل واضح التثويج بلقب الدور الإنجليزي الممتاز أغلى حارس في كرة القدم تحول إلى واحد من أسوأ الحراس في ظرف موسم واحد فقط في مباراة أمام ليفربول في عام 2020 كان أداء الحارس الإسباني مهزوزا لدرجة أنه مرر الكرة مباشرة إلى ساديو ماني ليمنح ليفربول هدف تأكيد فوزه لتنتهي المباراة بنتيجة اثنين مقابل صفر قد لا يتذكر الكثيرون تلك المباراة لكنها كانت أحد العوامل التي أدت إلى اهتزاز ثقته بشكل كبير بعدها بدأت تدهور الحارس الإسباني وأشار العديد إلى أن أزمته أصبحت نفسية أكثر من أي شيء آخر فنسبة تصديات الإسباني بموسمه الأول مع الفريق بلغت 67.5% وهي مقاربة لتلك النسبة التي حققها بموسميه الأخيرين مع الفريق الباسكي التي بلغت 68.2% وانخفضت تلك النسبة لتصل إلى 54.5% أي إن نصف ما يسدد على مرمى الرجل تقريباً يعتبر هدفاً يقول المدافع السابق لتشيلسي فرانك لوبوف مشكلة كيبا تذكرني بما حدث مع فرناندو توريس ولكن عندما تكون مهاجماً وتضيع فرصة فستكون لديك واحدة أخرى للتعويض لكن الأمر مختلف تماماً عند حراس المرمى لأنك إن قمت بخطأ فأنت تستقبل هدفاً وعندما تتسبب في خسارة فريقك فإنك تخسر ثقتك بنفسك مشكلة كيبا أنه أخطأ مرة واحدة ولم يستعد ثقته بعدها أربعة مارك بارترا بارترا كان أحد المواهب الدفاعية القادمة من أكاديمية لماسيا وتمكن من حضور الجيل الذهبي لبرشلونة بالرغم من الحماية الكبيرة التي يتمتع بها أغلب اللاعبين الكتالونيين في برشلونة إلا أن مباراة واحدة جعلت الكثيرين يعيدون النظر في مدى جودته كمدافع ففي مباراة هي الأشهر في العقد الماضي في نهائي كأس ملك إسبانيا في عام 2014 أمام ريال مدريد تمكن غاريث بيل من تجاوز بارترا والهروب بالكرة مسجلاً هدفاً منحاً لقبل النادي الملكي تلك اللقطة صارت من ضمن الأشهر في تاريخ لقاءات الفريقين تراجعت قيمة بارترا كثيراً بعد تلك المباراة إلى حين رحيله في عام 2016 إلى دورتموند في تجربة لم تتكلل بالنجاح أيضاً قبل أن يعود مجدداً إلى إسبانيا للعب مع ريال بيتيس 3- ألف هالند لم يكن ألف هالند يمتلك نفس النجومية التي يتمتع بها ابنه إيرلينغ هالند حالياً لكن من الإنصاف القول إن هالند الكبير كان لاعباً جيداً لأنه قضى جل مسيرته في إنجلترا مع أندية شهيرة كانو تينجهام وليتز يونايتد ومانشستر سيتي لكن شهرة لاعب الوسط السابق لدى المتابعين للدور الإنجليزي كانت لأنه كان ضحية لأكثر الإصابة شهرة في تاريخ كرة القدم وذلك عندما قام رويكين أسطورة مانشستر يونايتد براكل هالند بكل قوته عام 2001 انتقاماً لإصابته من قبل بالرباط الصليبي على يده بدأت القصة في السابع والعشرين من سبتمبر من عام 1997 عندما سفر منشستر يونايتد لمواجهة منافسه اللدود ليتز يونايتد وبحسب اعتراف اللعب الإيرلندي فهو لم يكن في حالة مناسبة لخوض المباراة حيث كان طرفاً في عراق تحت تأثير الكحول في أحد الفنادق قبل يومين فقط من المباراة لكن على الرغم من ذلك شارك كين منذ البداية وبشكل غير مفاجئ كان يعاني من دوار من أثر تلك الليلة الماضية ومن ألف إنجي هالند نفسه كتبكه في سيرته الذاتية عام 2002 كان يقوم بمضايقة منذ الطلاق المباراة قبل خمس دقائق على نهاية المباراة كنت مندفعاً للأمام باتجاه هالند كنت أسعى لعرقالته بينما كان يجب أن أركله قلت لنفسي حتى لو تسبب ذلك بنيلي بطاقة صفراء سأفعلها لأنه كان يثير غضبي حاول كين عرقالة هالند ليصيب نفسه بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى اتهم كين هالند بأنه السبب في تلك الإصابة وانتظر إلى حين موعد لقائهما مجدداً في المراحل الأخيرة من موسم 2000-2001 عندما كان هالند يلعب لمانشستر سيتي حينها قرر كين فجأة وبوحشية الانتقام كتب كين قائلاً لقد انتظرت لفترة كافية مع بقاء أربع دقائق على نهاية الديربي وجهت له ضربة قوية على ركبته اليمنى لقد ركلته بشدة الكرة كانت بعيدة على ما أظن ولكن ركضت إليه صارخاً خذ هذا صحيح أنها لنت حاول اللعب بعد أن تعافى من تلك الإصابة واستمر لفترة وجيزة في الملاعب لكن عند اعتزاله أعلن صراحة أن تلك المباراة المشؤومة كانت السبب الأساسي في تدمير مسيرته الضيط الأيسر الإسباني عاش أياماً زاهية مع برشلونة لكن لأن للعمر أحكامه فقد تراجع أداؤه بشكل واضح في السنوات الأخيرة إلا أن المباراة التي سلطت الضوء بوضوح وجلبت له وابلاً من الانتقادات لا تنتهي كانت في مباراة الإياب في دور أبطال أوروبا أمام ليفربول وذلك فر منتاد الشهيرة على ملعب أنفيلد في تلك المباراة بدأ جوردي ألبا مرعوب من الأجواء من حوله وبات غير قادر على مجارة النسق تم تسريب مقطع فيديو مدته حوالي 25 ثانية من داخل غرفة خلع ملابس برشلونة في ملعب أنفيلد حيث ظهرت لقطة صادمة عندما دخل الظاهر الأيسر جوردي ألبا في حالة انهيار وبكاء شديد بدأ الأمر وكأن اللاعب الدولي الإسباني قد فقد أعصابه وهذا تماما ما حدث عندما أكمل مستوه السيء في الشوط الثاني وكان متسببا في تأهل ليفربول بعد تلك المباراة بدأ قطاع واسع من الجماهير يسلط الضوء على مستوى النجم الإسباني الذي فقد ثقته بنفسه لفترات طويلة ولم يعود اللاعب نفسه ولا يزال عدد كبير من جماهير برشلونة يطالبون باستبداله بلاعب أفضل بعد أن قدمت غانا واحدة من أفضل نسخها في كأس العالم عام 2010 كانت على بعد ركلة جزاء واحدة من الصعود إلى الدور نصف النهائي أمام الأوروغواي تلك المباراة الشهيرة التي تسبب لويس سوريس في ركلة جزاء فيها بعد أن تحول لحارس مرمى مانعا التقدم الجهان لتسديد الكرة ولكنه أهدرها كاسرا قلوب الملايين من مساندي المنتخب الغاني ردة الفعل بعد ضياع تلك المباراة وخسارة غانا لتلك المباراة كانت فوق الوصف فقد اعترف المهاجم الغاني أن تلك اللقطة ما زالت تطارده وأن الأمر وصل إلى حد تلقيه لتهديدات بالقتل بالرغم من أن جيان استكمل مسيرته بعد تلك المباراة إلا أنه لم يتمكن من الأصول إلى مستويات مرتفعة وبدأ رحلة الانحدار بعد أن كانت التوقعات له أن يذهب لمسيرته إلى مستوى آخر بعد كل الذي قدمه لغانا في تلك البطولة شاركونا في التعليقات بأسماء لاعبين دمرتهم لحظة واحدة مجنونة في عالم كرة القدم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس فبدعمكم نستمر